وعقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس شركة تيتشاينة أنرجي وأكد مدبولي تقدير الحكومة لحجم الاستثمارات الصينية في السوق المصرية بما فيها استثمارات شركة تيتشاينة أنرجي معربا عن التطلع لمشاركة الشركة في عدد من المشروعات الذات الأولوية لمصر وأهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأشار مدبولي إلى أن مصر لديها رغبة كبيرة في توطيم صناعة التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة لفتا إلى أن مصر لديها خطة لإدخال طاقات متجددة تزيد على 50 جيجا بحلول عام 2030 وتأمل أن تنظر شركة تشاينة أنرجي بجدية شديدة لفرص الدخول في هذه المشروعات بالشراكة مع مصر ومن جانبها أكد رئيس شركة تشاينة أنرجي أن الشركة ستكثف تعاونها مع كافة الأجهزة الحكومية بمصر لإنجاح المزيد من المشروعات في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر